دلوقت يا شباب هنبدأ ناخد هستوري من مريض فيه 12 ايتم في الهستوري المفروض نغطيه الايتمز دول مشتركين في كل المواد سواء اطفال بطنة جراحة نسا هي الايتمز دي كلها نيجي في النسا مثلا يقولك المنستير والقبستاتريك دول دول كل الشي تقريبا يعني بقى الحاجات بيعدها بسرعة ويركز على الجزء دوت نيجي في البطنة البطنة بيركز على الهستوري of present illness والجراحة هيستوري of present illness الاطفال يركز شوية على الفاميلي وشوية حاجات ديفلوبمينتال هيستوري بينضاف انما الاساس ده الهيكل ده هو السابت وزي ما قلت في الانترودوكشن ان الهستوري اللي هناخده هنا هو نفسه الشيط بتاع السويلينج هو نفسه الشيط بتاع الألثر هو نفسه الشيط بتاع الليمف نود هو التطبيق اللي هناخده شستبان شورتنس اوف بريس دول كلهم هو اللي هناخده النهاردة في الهستوري تيكنيك نبدأ بأول واحد معنا في الهيستوري تيكينج هو بيرسونال هستوري بيرسونال هستوري ده اسكيمة اسمها ناس امره الاسكيمة دي مهمة وتحفظها زي اسمك انت قاعد مع المريد بتاخد منه بيرسونال هستوري دماغك ناس امره ناس امره ناس امره ناس امره يعني ايه ناس بأمراء؟ دوت تحت اسكيمة للايتمز اللي هنجمعهم في الهيستوريهم الـ N تحت النبي مالفات A Age S 6 O Occupation M ماريتاليستوتو Residency هابس أو ميديكال إمبورتان فانت دماغك ماشي ناس أمراء طول ما انت ماشي علشان ما تنساش اي اي ايتم في البرسلم الهيستوري اول حاجة نيم الفاتب طيب ليه احنا لازم نعرف اسم المريض عشان ترف انت بتتكلم مع مين انت قدما اك شخص نكره لازم تعرف ومين تعرف منه الاسم والاسم لازم يكون سلاسي وفيه درجة في الشيط ان الاسم لازم ينكتب سلاسي ليه لازم ينكتب سلاسي لان فيه كذا مريض ديوم كذا اسم علشان خاطر كده لازم الاسم يكون سلاسي النقطة اللي بعد كده الاج طيب هيفدنا في ايه عمر المريض ان فيه امراض بيزيد نثبتها في الاطفال زي الهيموليتك اناميان هتاخدها بالتفصيل في موديول البلد او انت خدتها في بلد زمان لو انت فاكرها طيب لو كبير في السن ده هيفدنا في حاجة اه لان الكنسرز بتزيد في النسبة الكبير بتزيد في العمر الكبير كل ما العمر يكبر نسبة الكنسر بتزيد تالت حاجة معانا ناس امره ناس انام ايه ادج اس سيكس اكيد مش هتسأل مبارد عن السيكس يعني انت عارف قدامك الراجل ولا الاسم هاتم الاسم في الشيت انت عارف راجل ولا ست طيب احنا ليه بيفرق معانا السيكس بتاع المريض علشان خاطر ان لو المريض ده في ميل المعروف ان الامراض الاوتو اميون زي السيستيمي كلوبس دي بالزيد في الفميل فلو في ميل في التشخيص في دماغك ان ممكن يكون السيستيمي كلوبس او ممكن تكون حامل لو في تشعيد بيلنج بريود عشان كده ما تنساش السيكس ولو راجل حاجات الكارديو فاسكولار ديزيزيزز بيزيد اكتر في الرجالة في الميل عن الفنيل ناس امرها هارف الاو بتاع اوكيوبيشن اوكيوبيشن ده اللي هو الوظيفة انت لازم تعرف الوظيفة بتاعت المريض لان وظيفة المريض بتفرق معك في الامراض لانه مثلا لو كان دكتور شغال دكتور فالدكتور مثلا ممكن يكون اتعرض لاشعة كتير الاشعة دي اثرت على البون مارو بتاعه فعنده البون مارو فيلير او اتعرض لشك الدبوس او شكة ابرة شكة الابرة ديت ممكن تجيب له فيروس فيروس بي فيروس تي اتش اي في فعلشان كده ان الوظيفة بتخليك تشك في حاجة معينة ممكن تكون وظفته انه فلاح فلاح يبقى انت عارف انه بينزل الترعة ممكن يكون عنده بالهارسيا او مربح حيوانات عنده في البيت ففيه مرض ممكن يتنقله من حيوانات او هو مربح طيور فطيور عندله حساسية على صدره لو واحدة ست فلاحة جاءت تشتكي ان عندها ديء تنفس ممكن يكون السبب ان عندها حساسية من الطيور اللي بتربيه او ان الطيور نقلت لها مرض تنفس عشان كده الاكيوبيشن بتفرق معانا كتير في المريض ناس امره الام ماريت الستيتس طيب هتفرق معانا في ايه الراجل متجوز ولا مش متجوز تفرق معانا ان في امراض ممكن تعمل انفرتلتي زي مثلا الواحد عنده سينوسايتس سينوسايتس بيكون معها ان سبيرل مش شغال فالفرتلتي او استريلتي دي بتأثر معك في تشخيص امراض معينة ايه هي الامراض مش هتفرق انما هنا متيج تسأل عن الماريت الستيتوس حضرتك متجوز او حضرتك متجوزة اه انا متجوزة طيب حضرتك متجوز من امتا انا متجوز من ثلاث سنين عندك اولاد او عندي ولد سنه قد ايه سنه سنة الاصغر عنده قد ايه عنده سنتين دوت كده عرفنا بماريت الستيتوس نكمل زي ما احنا ماشيين ناس امر خلصنا ناس خلصنا الاو والام الار الار دي ايه الار دي هي الريزدنس نشوفه انت ساكن في قرية ولا ساكن في مدينة النقطة بتاعت الريزدنس هي نفسها النقطة بتاعت الاكيوبيشن لان لو فلاح ساكن في قرية عرفنا ايه الامراض اللي ممكن تجيله لكن لو شخص تاني ساكن في المدينة ممكن يبقى عنده امراض تانية امراض تانية زي ايه هايبرد انشان وانكزايتي لو انت نزلت القاهرة يوم هتتخنق مش هتستحمل السحمة والدوشة والدنيا هناك فعلى طول ضغطك هيالقوا يبقى عندك انكزايتي علشان كده تشوف الشخص ساكن فين النقطة مهمة هيستوري ان انت هتتأكد في الريزدنس هيستوري انه تتأكد انه مغيرش مكان اقامته لانه ممكن يقولك انا ساكن في القاهرة انما هو طفل اصله من قرية فانت تشك انه هو لو المريض ده جايش تتيلك من حاجة في الليفر انه عنده بالهاريسيا مثلا عنده بالهاريسيا النين من ايام مكان صغير وبينزل الترعه هو قاعد في القرية تمام نرجع للاسكيمة بتاعتنا تاني قلنا ناس امر ناس ان نين ا ادج اس سكس امر اوكيوبيشن ام ماريتل ار ريزدنس اتش هابت هابت اوف ميديكال امبورتنس فيه عادات صحية زي مثلا سموكينج الكهول دراك ابيوز واحد بياخد ادوية بمزاجه من غير وظف الدكتور اوبر زا كاونتر الحاجات دي كلها بتأثر معك في الهيستوري لان لو شخص الكهوليك تبقى انت عارف ان مثلا ممكن يجي له بيبتيكالسر او الكنسرز بتاع الاستومة الكنسر بتاع أصوفيغاز حاجات دي كلها تشوكي فيها اكتر واحد سموكر اكتب طبعا لانج كانسر هشوكي فيه اول حاجة لو مريض شيست جاي لك خصوصا لو كان بيدخم بزيادة علشان كده فيه حاجة مهمة قوي اسمها سموكينج اندكس سموكينج اندكس دي بتحسب للشخص التدخين بتاعه عمل ازاي بتحسبه ازاي انك تشوفه بيدخن كم سجار مثلا الشخص ده بيدخن عشر سجار في اليوم لمدة خمس سنين تدرب الرقمان في بعض يطلع لك سموكينج اندكس بتاعه قد ايم ممكن يكون ميلد ممكن يكون مودرت او هيفي هيفرق معك في ايه مش هيفرق معك دلوقت في حاجة انك تعرف بس ان سموكينج اندكس بيتحسب بالطريقة دي ده ممكن يقولك في السؤال حسب دي سموكينج اندكس وقل لي ميلد ومودرت وهيفي بتاعه ايه طيب نخش على الكمبلين